تلميز عزيزي المشاهد برحب بيك تلميز في مدرسة المسيح تلميز لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه وبيدعوك أنك تكون له تلميز تلميز مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة لكن تلميز معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح تسمح له أنه هو يعيش فيك وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة مجموعة زي المجموعة للمسيح صناحك مجموعة من كنستك من المؤمنين اللي حواليك تجتمعوا مع بعض تسمعوا مع بعض تصلوا مع بعض تشدعوا بعض أنك تطبقوا لحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيك صلاطي أن ده يتحقق معاك أمين برحب بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من مدرسة المسيح برحب بيك في رحلة طويلة كل مرة بنتعلم شيء جديد عشان نفهمه عشان ندركه وعشان نعرف نعيشه التلمزة مش مجرد مجموعة من الحقائق بفهمها عشان أرد بيها على نفسي أو أرد بيها على الآخرين المعرفة جزء صغير من عملية التلمزة المسيح عشان يتلمس تلميزه خدهم وعاشوا معاه وطلع بيهم رحلة كبيرة كلمهم بس خلاهم يشوفوه ويتفرجوا عليه ويعملوا اللي هم بيشوفوه عشان كده الدعوة بتاعتنا في هذه المدرسة مش مجرد أنك تحضر الحلقات ديت وأنك تفهم وأنك تكتب وأنك تحفظ وأنك تجاوب لا الدعوة ديت أن الحق ده يساعدك أنك تكون داخل مجموعة بيعيشوا مع بعض بيتعلموا مع بعض بيطبقوا مع بعض بيصلوا اللي هم بيسمعوا ده عشان يتحول إلى حقيقة أنك تكون في مدرسة المسيح في كنستك ووسط الناس اللي انت عايش وسطهم عشان ما تبقاش معرفة في العقل لكن اختبار حقيقي في الحياة في رحلتنا اتكلمنا ووصلنا عند محطة هي الشركة والعلاقة الشخصية مع ربنا اتكلمنا عن مبادئها التلاتة المحبة والإيمان والرجاء وبعدنا اتكلمنا عن ممارسة هذه العلاقة وسمناها الخلوة الشخصية بعنصريها الصلاة والكلمة المقدسة وفي الصلاة اتكلمنا وقلنا في خمس عنوين للصلاة الرئيسية في الكتاب التسبيح، الشكر، النقاء، الشركة والتدرع والطلب خلصنا الباب بتاع التسبيح واخدنا فيه خمس ست حلقات وابتدينا مع بعض في رحلتنا عن قضية الشكر وقلنا الشكر ليس مجرد صلابة أو صليها لكنها فلسفة واسلوب للحياة اتجاه إيجابي وأن الشكر ما ينفعش يبقى في الحلوة بس الشكر يبقى في الحلوة وفي المرة الخير والشر نشكر كل حين على كل شيء وقلنا ده التحدي سهل وبسيط قوي أني أشكر على الحاجة الحلوة حد الداني عربية هدية طبعا هقول له ربنا يخليك طبعا أكيد هقول له ربنا يخليك مش كده لكن الداني مقلب هقول له ربنا يخليك ده التحدي بتاع الشكر اللي احنا اتكلمنا عنه اتكلمنا عن مفهوم الشكر وتكلمنا نشكر على ايه فقولنا الخير وايه أنواع الخير دوت فاكتشفتنا حاجة كتير قوي احنا مش بنشكر ربنا عليها وليه ربنا عايز نشكر في الخير واحد اتنين ثلاثة وبعين تكلمنا عن التحدي الأعظم في موضوع الشكر ده الشكر في الشر والشكر في الشر برضو تكلمنا أنواع الشرور اللي ممكن تحصل اللي هي البلية او المصيبة فاتكلمنا عن الفرق ما بين التجربة اللي من إبليس التجربة التي من الناس التأديب الذي من الله الامتحان الذي من الله الزرع والحصاد اللي مني او فراق الأحباء مظبوط فاتكلمنا عن ست حاجات مختلفة فيها حزن وفيها ألم ليه وازاي اشكر ربنا اتكلمنا بالتفصيل الشديد في الحكاية دي أشكون مقتنع أني أشكر في الشر وألاقي حاجات أشكر فيها في الشر عشان ربنا صالح هيكون معايا هيعطيني المنفذ وحيحول هذا الشر إلى خير الحلقة بتاعت النهاردة بتدور حوالين سؤالين مهمين جدا بقى طيب يلا بينا يلا بينا نشكر ربنا السؤال اللي حقف عندنا هنا بتاع الحلقة بتاعتنا ده ايه اللي بيعطلني بي أنا فاهم ومقتنع ايه اللي بيمنعني أني أشكر في الخير وفي الشر وايه اللي حيساعدني أني أشكر في الخير وفي الشر فالعنوان الأول اللي حنتعرض عليه ايه اللي بيعطلنا أننا نشكر انت فاهمت دلوقتي مش كده ايه اللي منعك ايه اللي بيخليك لو ما تتخان نفسك كده وتجربة جتلك شرا من إبليس أو من الناس مش كده أو تقديب مش مش قادر ايه اللي يمنعني سمحولي أن بدل ما نسأل الناس برة عايز سألكوا أنتو وعايز بصدقه بصراحة كده فكر مع نفسك وقول ايه اللي بيمنعني أني أنا أشكر ربنا في الحلوة وفي المرة ايه المعطلات الحقية اللي عايزين نقول خلي بالكم الحاجات دية النهاردة وإيه الحاجات اللي تساعدنا ونقول ده اللي حيساعدك إنك تقدر تمارس الحقيقة دي بطريقة عملية واضح السؤال بتاعنا سؤال الأولاني ايه اللي بيعطلني سعيت مس بابا سايفل خير قوي أو مس بواثقة قوي في أنه أنا لي خير بعد التجربة دي أو بعد المشكلة دي فأنا مش واثقة مش واثقة في نفسي ولا مش واثقة في مين لا مس بابا واثقة في ربنا صراحة فأنا مش واثقة في ربنا إنه حيتدخل وحيحول الشر ده خير فمش أدرى أشكر فعدم الثقة عدم الثقة في ربنا هاي ايه تاني أبولي للشكاية عليه انت ليه قصرت في حمايتك انت ليه عملت كذا انت ليه فقبولي انت ليس اشتكى على ربنا وانا قابلت الفكر دي اه صحيح انت محمدنيش ليه من المصيبة ديت ايه تاني بيمنعنا ايوة اه في فكرة واضحة في رسالة الرومي بيقول المنصة يفصلنا على محبة المسيح بيحط رسول بوليس سبع اشياء قوين جدا لكن هو كان عنده يكين انه فيه حاجة اقوى من الشدائق دي ايه بقى ايه الحاجة اللي بتخليني في الشدائق دي مش قادر اصدق لا اما هو مصدق هو مصدق اه بس احنا مش مصدقيين اما ده يرجع لليمان بتاعين كويس فزي ما تقول ايمانا عدم ايمانا في ربنا ايوة نمشي بالتاني نقول كل المعطلات اللي عندنا في الحياة اه ممكن يكون الموت بتاعي او المزاك بتاعي يعني انا ممكن ابقى متضايقة من الموقف معين فمش قادر اشكر او مش قادر استمتع بالرب اقول انا بتأثر بحسيسي الانسانية فمتضايق فبقول مش حتحك على روحي بقى واشكر ربنا صح اتعكنن اتعكنن بقى صح هكده خليني حصديق صادق مع نفسي هيل ممكن عشان انا بص على العالم وبص على فرحتي دلوقتي والحزن في دلوقتي انا مش طلبة ايه لربنا ومش طلبة ان انا استنى ارادة ربنا وخطط ربنا انا بص دلوقتي على العالم وإيه اللي هيبصتني دلوقتي هيل خلي بقىكم من النقطة دي ده ان انا بصص على ايه على دلوقتي انا مش بصص على قدام ان انا بصص على العالم اني مش بصص على ربنا خلي بقىكم نقصدين دول هنجيلهم بالتفصيل ان هم مهمين قوي اللي تقالوا دول مين تاني عنده معطلات جبارة ببتكر بعمال الصالحة ايه يعني انا انا بتكبر فانا بقول لي انا اشكر ربنا ما انا اللي عملت كده وانا اللي جاهد فانا بقول لي انا بشكرهم ده في الشكر في حاجات كويسة اه اه انا كويس اه انا بصراحة يعني كان لازم اهل حاجة تتعملي بالزفت اه ده توضوعي وكيف حققته صح كده بزفت هيل هيل كبرياء قلبي بيخليني مشكرش على الخير يا نقطة مهم قوي كبرياء هو اللي بيمنعني اشكر المتواضع بيشكر المتكبر صعب عليه او يقول متشكريني عم لو في الحاجة الحلوة بتلهي فبتلهي بيها فما يعني ما باشكرش يعني انا انبسط يعني لو ما مرات العطية نفسها هي اللي بتشغلني عن المعطي انا معطي وده صحيح مرات كتير ولو الحاجات اللي هي اللي وحشة انا ببقى ببقى نفسي في حاجة فشبطان فيها زي العاق فبتقمس بعدها فما بعرفش ان انا كن حلوة 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 ببقى من جوايا مقموس فانا اشكر يعني عشان انا عيل اه ببقى شبطان في الحاجة فروح المعيلة انا اه روح المعيلة فروح المعيلة بيقب شبطان في الحاجة فلما حاجة اتاخد مني هخبط وارزع واعمل اه روح المعيلة حلوة قوي سادة روح المعيلة شكرك هو يمكن مثلا لو انا مثلا صحيتك ويسا ومسلا ومعايا فلوس فامتهقل ان ده الطبيعي يعني ده حقق مكتسب لي انا هشكر على ايه ده طبيعي مناس كتير وعايشين كده وبرده اغنية وصحيتهم كويسة انا ليه هشكر ده يعني تهلم ده حقق مكتسب لي او مثلا زي مثلا ما واحد مثلا بابا بيدي المصروف وافتكر ده كبريا خلينا سميه بقى اسمعوا خلينا نقول الاسباب الحقيقية بتاعت اللي احنا قلناها دي انا عايز اشكركم قوي انتوا تقريبا غطيتوا اكتر بكتير من اللي انا عندي فاللي انتوا قلتوه ده ارجوكوا اكتبوه لانه ده حاجات كتير جميلة قوي بس انا عايز اركز على ثلاث اسباب رئيسية بتمنعنا لو انا فاهم ثلاث حاجات دهول بيخلوني برغم اني فاهم اني انا او برغم ان انا سمعت اني انا مش قادر اشكر واحد الاتجاه الاناني في الحياة لو انا فلسفتي في الحياة اني انا وبعض الطفان حيبقى صعب علي قوي اشكر لو انا بفكر في مصلحة الشخصية فقط حيبقى صعب علي قوي ان انا ايه؟ اشكر زي في ازمة الموت انا عارف ان احفظله يموت انا عايز ان احفظله ينتقل بس انا عايزه ليه صح؟ فمش هشكر فالذاتية الذاتية ومركزية الذات ودي اللي اتكلمنا عنها في الانبال المسيح بتخلي صعب علي قوي اني انا اشكر واحدة من اكبر الامثلة اللي تورينا الفكرة دية هي بوليس الرسول القصة بتاعت بوليس الشهيرة دية لما قلنا الاية دية دي مبنية على شخص فعلا مش بيفكر في نفسه بيلقصر بالضعفات والشتاء والضرورات والاضطهادات والضيقات لاجل المسيح ليه؟ لانا بيلف الظروف دي ببقى انا ايه؟ ضعيف ضعيف ايه ضعيف جدا باعمل ايه؟ باعتمد جدا على ربنا فقوة الله بتحل علي بكاملها فبقدر اخدم ربنا خدمة قوية جدا خدت بالكم الفكرة دية؟ هو اصيب بشوكة في الجسد بيقول كده ملاك الشيطان ليلطمني اعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان مش ايد ربنا مدام شوكة في الجسد مبقاش ربنا صح؟ ملاك الشيطان ملاك الشيطان لطمني فانا صليت وتضرعت دي الجزء بتاع الاية ديت من اجلها فربنا قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل وانت ضعيف انا هستخدمك لخلاص الاخرين اكتر فكتب الاية دي لو فكر في نفسه انا راحتي اهم ولا خلاص الاخرين وقرحتي اهم يبقى لازم تشيل الشوكة عنهم ما خلصوا المهم انا ايه انام مستريح بس انام وفي ضعري شوكة توجعني ومعرفش انام هشيء مؤلم لكن لو انا مش اناني في تفكيري ولقيت الشوكة دي هتخليني اقدر اجيب ناس اكتر للمسيح هقول للشوكة دي ايه اهلا واسهلا اختيب لكم الفلسفة دي من فترة استضفت شاب في العشرينات من حوالي خمسة سنين حصلت له حدثة وتكسر العمود الفقري هنا واصيب بشلل كامل وكاد ان يموت عدة مرات وصلي لاجله صلوات وتضرعات غير عادية وفعلا ربنا نجام الموت وعاش استضفته في برنامج وطبعا جاي مشلول شلل كامل وبيحكي عن هذه الخبرة والاختبار مليان شكر لربنا مليان عرفان بالجميل وبيقول انا اللي كنت سايا العربية وانا اللي عملت الحدثة ربنا اللي انقذني وصول جمال مش ربنا اللي عمل فيها كده انا اللي عملت كده في نفسي وربنا هو اللي انقذني انا كنت متدين وروح الكنيسة وماشي في الزحمة بس انا كنتش عرفه وربنا استخدم الحكاية دي عشان خاطر يجبني ليه واعرفه فانا بشكره بشكره ان انقذني بشكره ان عرفني بيه وبشكره عشان انا في ضعفي ده قادر اتكلم عنه والناس بتسمعني وعارف ربنا يستخدمني طبع الحلقة دي كانت اقوى حلقة عشان مش هكت اللي بتكلم عشان هو اللي كان بيتكلم هو قصة جميلة جدا مشلول شهال كلي مش رباعي كلي في ثارة بين الرباعي جوني مشلول شهال الرباعي الكسر بتاعها نازل اللي تحت شوية فبتقدر تحرك رأسه مادرش حرك رأسه جوني بترسم هو مادرش يرسم برقابته هو الحاجة الوحيدة دلوقتي اللي بيعرف يعملها بيستخدم الكمبيوتر فبصوته بيكلم الكمبيوتر فبيقدر يترجم ويكتب ويعمل مقالات بصوته بالبرامج الجديدة الحديثة بتاعت الكمبيوتر ومادرش يعمل ولا حاجة غير انه يتكلم غير انه يتكلم لو انا فكرت في نفسي بس هتقصعب علي جدا امارس الشكر لو انا مش اناني في تفكيري هكتشف ان مرات كتيرة في ضعفي ربنا يقدر يستخدمني اكتر زي بولس لو انا مش اناني هبسهل علي اقول له يا سلام اصرر الضعفات اذا كان في ضعفي بتحل علي قوة المسيح وبالطريقة دي بجيب ناس اكتر للمسيح مرحبا والف مرحبا بالشوكة التي في الجسد فهمتوني؟ شكر والانانية عدوين شكر والانانية عدوين سبب تاني مهم قوي شكر والمادية عدوين وده اللي سمعناه من اختنا من شوية المادية دايما بتقيس الحياة بالمنظور صح؟ كان معي عربية والعربية متحدثة وبازت كان عندي صحتي وصحتي مش عارف مردت فدايما الخسارة والمكسب عندي امور ايه؟ مادية مادية ومش بس مادية ووقتية المادية والوقتية مرتبطين مع بعض شكده بولس بيقول ايه؟ ونحن غير نظرين الاشياء التي ترى فاشياء مادية وترى لانها وقتية لكن احنا غير نظرين الاشياء التي لا ترى اللي هي روحية لانها ايه؟ ابادية فالمادية والوقتية مرتبطين ببعض والغير مرئية والابادية مرتبطة كمان بايه؟ ببعض لو انا انسان مادي حبقى دايما عايز المنظور والملموس واللي ايه واللي دلوقتي يقول لك وكل دلوقتي ومش عارف اعمل في ايه بكرة ورميني في البحر بكرة دي النظرة المادية دلوقتي امسح ده معيتي دلوقتي اخف دلوقتي انجح دلوقتي اتجوز دلوقتي واقلا فعلها دي النظرة المادية الاشياء ودلوقتي خدت بالكم مش حينفع اشكر خالص كده لان الشكر القلم والحزن عشان يتحول الى فرح وتحول الى نصرة وطريقة طلقة تحقق فيها مشوار قد يكون تلاتاشر سنة زي زي داود وقد تكون سنة وقد تكون ستة شهر في حياة اه الناس ثانية في اختبارات اصغر صح كده فدلوقتي دي ما تنفعش خالص والمادية دي ما تنفعش خالص لان مرات كتيرة ربنا بيستخدم الظروف الصعبة المادية عشان ينظفني ايه روحيا اسما من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمتح والكرامة عند استعلان يسوع المسيح فربنا بيستخدم الضيق المادي عشان ينظفنا ايه روحيا وبيقول ازا كان الزهب بندخله في النار عشان ننظفه فبالاولى الروح انها تدخل في امور صعبة عشان تنظف من قزارة هذا العالم صح؟ فلو انا بالنسبة لي الامور المادية اهم هشكر ازاي؟ انا عندي المكاسب المادية اهم من المكاسب الايه؟ الروحية الشكر مبني ان الامور الروحية اقيم بكتير من الايه؟ من المادية وان خسارة الاشياء المادية في سبيل نقاء الروح وصفاء النفس حرف اشكر هبسهل علي افهم المنطق اللي اتكلمنا بيه الحلقة الماضية فاهمين باقول ايه؟ خلي بالكم من القضية ده ايه ده وده اللي بيقول بوليس في كرنسوس تانية اربعة اتمنى نحن غير نظرين الاشياء التي ترى بل التي لا ترى مش لان دي حقيقية ودي وهمية لا 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 بالعكس المنظور وهمي وغير المنظور حقيقي وابدي وابدي بكل اسف في الجواز بتباني الحقيقة دي جدا بنيجي الشاب عايز الامورة السانيورة وتيجي الفتاة عايزة الوسيم الغني المنظور المنظور وباخد اللي انا طلبته دوت وبعنى بكتشف اني خدت ايه؟ مقلب لان قيمة الانسان في جوهره في قلبه في شخصيته في قدرته على الحب والعطاء والتضحية لا الفلوس بتشتري السعادة ولا الشكل بيشتري السعادة لو حد اللي حكتين دول شتروا ساعدتوا يقول لي محدش فده ده الغريبة ان احنا في حياتنا بنجرب الحكاية دي ان المنظور مش الحقيقي ان غير المنظور هو اللي ايه؟ هو اللي باقي واللي حقيقي هو اللي اكثر قيمة فالمنطق ده منطق النظر المادية حيضاد تماما عقيدة الشكر وفكرة الشكر الانانية والمادية عدوين كبار جدا لنظرية وحقيقة الشكر في الحياة ثالثة حاجة ثالثة سبب الثالثة الكبير الجهل على قد ما ان العلم نورن الجهل ايه؟ ظلمطن ظلمطن ما فيش حاجة اسمها ظلمطن مثالي يا عبارة هي ظلمطن فالجهل ظلامن صح كده؟ وفي الظلمة سهل قوي ايبليس يخدعني لو انا مش فاهم الجدو اللي احنا قلناه مش فاهم ليه ربنا عايز يعمل كده حقول لي ربنا اقول لي انا مش فاهمه ايه تبتعمل ايه؟ وازاي تسمع؟ وازاي؟ فاهميني؟ بقول الموقف ده عامل زي غير لعبة تصلح عارفين لعبة تصلح؟ مش كده؟ واحد بيعمل كده وبعن الناس من الوراب بتتضربه وبعن يجي خلوا اللي بيدربه هو اللي واقف جنب الناحية دي اللي ايده وبتبندل وباي روح تضربه كده من الناحية دي فطبعا انت بتندرب من ناحية تبص على طول مين ضربك من هنا بينما ضربك ولا جنبك التاني ده الابليس بيقول لها أنا بالزبط بيلعب معنا صلح يروح يضربني وهو بيضربني يشاورني في ودني يقول لي هو ربنا بيضربك ليه انت عملت ايه وحش انت خدت العلقة دي ليه اكيد انت وحش ويقول لها ضربني الفهم والمعرفة مش بتسمح لابليس انه يضحك علي زي ما قلت انت هنا انا قبلت الشكاية لاني جاهل فقبلت الشكاية جبلت الشكاية من اللي ضربني وهو بيشتكي على اللي ما ضربنيش اللي ضربني بيشتكي على ربنا الصالح اللي احبني واسلم نفسه لاجلي وصدقت الكذاب وابه الكذاب وكدبت الصادق اللي لا يعرف الا الصدق صح كده كتاب يقول كل عطية صالحة نازلة من فوق من عنده ابي الانوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران اب صالح هيدي اغر الصلاح مش هيدي حاجر الصلاح وليس عنده تغيير يعني ليس عنده يعني مش يتغير مش هيبقى كده مش هيبقى فيهم يصحى كده متدايق فيقول عاكن على العيالة اليومين دول زي ما اهلينا مرات عملوا معنا اللي مر باني مش كده ما يصحاش متعاكن في عاكن علينا ما نعملش عاملة فيتغير الموت بتاعه وروح المرات دي بقى ما يمسكش نفسه ومدينا مش كده ليس عنده تغيير ولا ظل دوران شاقف ولدنا بكلمة الحق الفهم الفهم اللي احنا قلناه داوت بينور علي ويخليني شكري بينقزني والتظمر بكتب بيدي شهادة تدميري صح كده الشكر بيدي بكتب شهادة نجاتي بنعمة الله والتظمر بكتب بيدي شهادة تدميري وباتهم ربنا واضح فرق ما بين الاثنين ففي ثلاث حاجات كبيرة اوي 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 هتخليني مهما فهمت مش هقدر عيش المادية الانانية الجهل بطرق الله المستقيمة في قضاء 14-14 شمشون حاجة الفلسطينيين احجية يعني قال لهم في الزورة ودي كانت بداية المناوشات بينه وبينهم قال لهم من الاكلي خرج اوكلان ومن الجافي خرجت حلاوة يبقى ايه دا؟ قال لهم اذا قلتوا هالي مش عارف حاجبلكو ايه واذا انتم معرفتوش انتو تجيبولي ايه وحاجات كان ديل صعب اوي 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 المهم لغاية لما تعمروا خلوا عرفوا يجيبوا الاجابة منه بطريقة ملتوية بطريقة الماء وصار وجار ازاي عملته كده وبتلت المعركة بينه وبينهم المثل دا جميل جدا جدا عارفين طبعا ايه الاجابة صح؟ اسد ميت لا اسد ميت فاهميني؟ والاسد دا كان هو اللي قتله فاهمين؟ كان طلع عليه اسد رح عامله كده زي البتاع دا رح انت عامله كده رح فرقوا وبعدين غابوا وبعدين هو راجع لأ النحل كون جواه عش نحل وكان هو جعان فاشطارة من العسلا واكل فقال الفكرة دي قال من الاكل خرجة اكلة الاسد اللي بيأكل كلنا منه بدل ما يكلنا ومن الجاف دا حاجة ميتة جيفة ميتة دا جثة ومن الجاف خرجت حلاوة بدل عفونا دا ربنا بيخرج من الاكل اكلا بيخرج من الجاف حلاوة حلاوة طيب اذا قلنا اذا قلنا ان دا اللي بيمنعني وعشان كده ربنا بيقول طوبة للرجل الذي يا بخت اللي هيستحمل التجربة ومش هيبص تحت رجل ايه مش هيبص ترية المادية مش هيبص ترية الانية يا بخت اللي هيحتمل التجربة لانا هيحصل له ايه هيتذكى تذكى يتنقى يترقى ياخد شهادة نجاح وينال اكليل الحياة الذي وعده به الرب الذين يحبونه النقيد بقى ايه اللي ساعدني اشكر اللي قلته هايل انا بس جمعت تلات حاجات كبيرة من اللي انت قلتوها ايه اللي ساعدني اشكر ايه اللي خليني انا عايز اشكر اعمل كده ايه اللي ساعدني اشكر في الظالم اني اكون مصدقة قوي في ربنا واقول انه هو صالح ثقة مصدقة في ربنا ودي اكتر حاجة قلناها في عدم بتمنعني اني عدم الثقة اش كده ما قلنهاش في المعطلات ما كتبتهاش اني اول حاجة هنقولها في اللي ساعدني هو الثقة فهي وعكسها مهمين قوي ما حطنهاش هنا لانا هنحنحطها في اللي بيساعد الثقة ثقة في ربنا اني مصدق ربنا الالو ده مقنع وانا مصدق ان الراجل ده مظبوط والالو هيعمله وكل حاجة بيعملها للصالح بالضبط كده فثقتي في ربنا تخليني اعرف اشكر عدم ثقتي لا يمكن هتخليني اشكر الثقة هاي لو انا تذكرت احسنات ربنا ليا طول السنين اللي فاتت وشفتها دي هو كان راعي ليا فعلا هحس بكده وهشكره لان هكيد هلقي حاجات شهادة الماضي عنه بالضبط شهادة الماضي عنه هتشجعني اني اثق فيه يعني التذكر وعدم النسيان هاي لا تنسي كل حسناتي ايه تاني يساعدني اني انا اشكر هقول العكس اللي انا قلت المرة اللي فاتت ان انا برضو ابوص على ربنا وابوصش للعالم واطلب فيما لربنا يعني في الوقت وانما لكوط الله وبره فابوص على ربنا مش ابوصا دلوقتي على احتياجات المادية فعكس اللي احنا قلنا هدر الفات على قد ما ده اللي بيعطلني عكسه هو هو اللي هي اللي هيخليني اعرف اشكر ايه تاني ايه تاني ايه تاني غفران ربنا لي انه مهما معهم في خطية هو دي من بيغفر لي وفي التوكيد ده او في الحالة دي انا دايما نشكر ربنا وفران ربنا لي بيخليني عارف ان رحمته غنية فمش حينتقم مني لانه مسامحني وراضي علي ايه تاني طيب اسمحولي اقول انا عندي ايه داود اول واحد هي الثقة في حكاية ربنا دي اهم حاجة في الشكر الشكر تعبير واضح عن الثقة فاكرين قلنا ان اخر حاجة بتخليني اهمية الشكر في الشر فاكرين كانت نمرة تلاتة هو اني انا اعلان ثقتي في سلطان الله وامنته ده اللي بيخلي يعمل ايه يقدر يتدخل ده اللي بيتدخل فالقضية دي مرتبطة جدا الثقة والشكر مرتبطين ببعض ارتباط كبير اول بس عايز افردها بقى الثقة في محبته انه صالح انه عايز لي خيري مش بيستغلني مش بيطلب لي بيطلب لي مش بيطلب لروحه بيطلب ايه لي مش عايز مني عايز يعمل ايه عايز يدديني فالثقة في حبه بيحبني هو بيحبني هو بيحبني ترقى الرب من بعيد وقال لي محبة ابادية احبابتك معنى انا بعيد قوي ترقى ليه من بعيد يعنى انا بعيد قوي قوي عن ربنا وقف من بعيد قال لي حبيبني محببك ونوع الحب ده الى الاباد السارق لا يأتي الا ليسلق ويذبح ويهلك انا اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل ثقف حكمته بيحبني يريد خيري حكمته عارف خيري ده ايه مش بيحبني بس يعني 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 انت بك تحب حد وبعدين تجيب له هدية تبقى مش هي انسب حاجة ليه تبقى هي اكبر ضرر ليه مش كده تاخد له قرار يودي في ده بدل ما ما تسعده فربنا بيحبني وعارف خيري ودي ثقة في حكمة الله بيقول المزخر فيه جميع كنوز الحكمة والمعارفة وعارف خيري مش بس عايز في خيري وثقة في قدرته وسلطان انوال متسلط هو فوق ابليس هو فوق الناس هو فوق التاريخ هو فوق الاحداث هو فوق كل ده هو فوق كل ده وده سلطان الله اللي كلنا نتكلم عنه مدي الحرية بس هو عنده ايه عنده سلطان هو اعلى من كل عالي تفهمين بقى وليه هو عنده الكلمة الايه الاخيرة هو صاحب الكلمة الاخيرة لما لما يوسف ترجم الحلمين للخباس وللساقي وبعدين قال الخباز هت والساقي هترجع لمكانتك فقال للساقي ابقى افتكرني افتكرني عن الملك يعني وقل له في واحد تاني غلبان وهو اللي قال لي وراجل كوي ابقى افتكرني افتكروا بس ربنا فكر الراجل دوت لما جاب حلم الفرعون وفرعون غلب حماره في ان مين فهل اسكت يا جناب الملك ده في واحد يا درانسيت الراجل في واحد كبير اوي هو فوق الكل مش دالة حينقزني ولا دالة حينقزني فيه كبير فهمين بقول ايه فهمين بقول ايه قدرته سلطانه بيقول الكتاب لك ذراع القدرة قوية يدك متفع يمينك انت صاحب الكلمة الاخيرة ما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا بوليس بيقول مستنيرة عوين ازهنكم عشان تعرفوا تعرفوا رجاء دعوته غينة مجد ميراسه عظمة قدرته الفائقة نحونا مش هو قدير مع روحه هو قدير مع مين معينا نحيتنا نحيتنا قدير القدرة دي اللي اقامت يسوع من الاموات فيقود قيامة في حاجة بعد الموت اخر حاجة انسان يعملها لي هو اله القيامة فهمين المقارنة فبيقول القدرة دي فوق اي اخر اخر حد ازيك عامل في قياموتك يقومك الثقة دي الثلاثية في محبته حكمته وقدرته بتخليها تطمن وفي موعيده بقى انه وعدني كده ان كل اشياء تعمل معنى الخير ده وعده هو قال كده ومعندوش سبب يجدب هيعملها يعني هيعملها 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 الايمان ايوب في سفر ايوب يقودك من وجه الضيق الى رحب لحصرة فيه يملأ مقونة مائدتك دهنا يقودك من وجه الضيق الى رحب لحصرة فيه يملأ مقونة مائدتك دهنا مشكلة التانية افتكر هي برضو عكسي مشكلة القونة انه لما بنفهم ربنا لما بنفهم طرقه لما بفهم التأديب وان ده زرع وحصاد وان ده متحان وان ده تجربة لما بفهم الاسباب بتاعة الاحداث بعرف اتعامل معاها بعرف اخدوات دي مش كده بعرف اقول انا اللي عملت كده انا استاهل بعرف اقول اه دي تجربة من ابليس او من الناس يا ربنا هيصنع بيها خير ده تأديب عشان اتوب وارجع وافوق الروح فبتوب وارجع بدل ما بتعمل كده ليه بتوب وارجع فاهمني بقول ايه بعرف ان ده ان ده رحيل فده مش مشكلتي ده الشخص ده معاده لازم اطلقه لمصيره الابدي مش اتمسك بيه وقول رب طب انتم لا هقولك انا اعمل الفراغ ففاهمي للي احنا قلناه للجدول ده اللي احنا قلناه بيخليني اعرف اتعامل بطريقة صحيحة مع انواع الالام والمشاكل المختلفة اشكره ازاي بقى اشكره ازاي اشكره ازاي وقصص من الكتاب اعبر عن الشكر ده ازاي ومواقف كتابية واضحة قصص هناخدها على بعضها نشوف التركيبة دي اللي ربنا عملها هنخليها للحلقة القادمة والاخيرة بتاعتنا من رحلة الشكر الرحلة دي ضد الطيار انا عارف احنا زي ما ابتدينا بالفيديو بتاع اوف فدي رحلة ضد الطيار دي رحلة ضد الطيار عايز قبل ما نختم فرصة اخيرة لحضراتكم تسألوا في اللي ما يساعدنا وما يعطلنا على الشكر اسئلة السكة حلوة قوي ان انا اقدر احدد دي مني وانا السبب فيها من ربنا امتحان التجربة في امور في حياة الواحد بيبقى مش قادر يعرف ده ايه ايه زي ينفع لا طيب بس اه بس اه ممكن اا يعني اقول حاجة بسيطة كده انو اه مش قادر احدد ارادة ربنا تبقى ازاي وليه بتبقى ليه ربنا الاغلبية التعامل معاه بياخد وقت في السكة دي بياخد وقت طويل على ما يقول كده دي الحاجتين في حاجات ما بقاش عارف زي ما بتقول مش عارف ده ايه لو رجعنا لللي احنا الجدول اللي احنا عملناه الحاجة دي عايزة توديني فين هعرف دي حاجة بترجعني ربنا بتبقى تقديب مش كده دي حاجة بتبعدني عن ربنا بتبقى تجربة دي ازية مباشرة دي تجربة ده وجع مفوش ازية ده يبقى تقديب خدت بالك ما يقول ايه دي نتيجة مباشرة لعملته ده زرع وحصاد سهل قوي لو رجعت للجدول وقلت الفاعل والفاعل والمفعول به ها هشخص هم فده مش صعب قوي السؤال التاني هو الاهم عايز ايه يا رب مش لازم اعرف ها عايز ايه من وراء ده كل الاشياء تعمل معا ايه قال لنا ايه نوع الخير ده بالزبط ما نعرفش داود اسمه ايه داود يوسف شاف حلم هو صغير نجوم سجدة وحزمة واخوات وسجدين فاهم كان فاهم اكتر من كده كان متخيل انه هو حيبقى ثاني المملكة كان فاهم انه معلاش يريحلة بسيطة وبعدين حبقى في القصر فوق وحخليهم كل دول يشوفوا شغلهم بعدهم حيجوا بسوا جزماتي كان فاهم كل اللي علي ان هذا يقول للايه للخير الخير دا شكله ايه مش لازم اعرف فاهمتوني بقول ايه لان انا عايز اعرف هااااااااااااااااااا الآخرة القصة ايه ايه هو دا الامان ولا لثقة في الشخص وفي صلاحه ولا الثقة في المستقبل واقرأت الفنجان خلي بالك من حكا دي فأنا مش لازم أعرف هو ده هيقول إيه هيقول للخير لي ولملكوت الله أو لملكوت الله مش لي وفي الحالتين بهذا إيه أسر فمعرفة ده هيحصل إيه النتيجة بالزبط حيبقى شكلها إيه نه مش دوري ومش ده الإيمان ومش ده الإيمان ومش ده اللي خلينا استحمل خلينا استحمل إنه للخير فاهماني حاجة طالية في اللي سألتين ليه دايما الحاجة دي عايزة وقت مظبوط قلناها قلناها في الحلقة اللي فاتت تعملين في الوقت الشغل علي يخلص أتصف ودي في إيه دي خلص زبط لو مسكنا قصة يوسف ودلح هناخده الحلقة الجاية هل يوسف اللي متدلع للابس الأميس الملون اللي قاعد جنب أبودة ينفع للشغلان أن ينقذ منطقة من أكبر مجاعة في التاريخ ينفع الراجل ده اللي ما بيشتغلش بإيديه ينفع بس اشتغل بإيديه ست سنين وسبعة لما فهم يعني إيه بقى النظام والانضباط واللي مش عارف إيه والأدمنستريشن والمانجمنت خد ماجستير ودكتوراه في إدارة الأعمال صح كده؟ لما استوى عنده تلاتين سنة راجل مالوهدومه عارف يعمل إيه جاهز أن نقلب الترابيزة ليه الحاجة تاخد وقته أنه فيه وقت للشغل علي للتنقية للتسكية للنضوج أني أنا أكبر صح كده؟ صح كده؟ وللزروف المحيطة بيه فيه توقيت للزروف فيه أزمنة وأوقات لو أنا وصلت مكان وعديت فيه قبل الشخص ما يوصل لأنا مفروض أقابله هقابله؟ مش هقابله لو أنا تقدمت للوظيفة في الوقت للوظيفة مش فضية هقولولي متشكرين حاجات كتيرة قوي إحنا بنأخدها بسزاجة بس التوقيت الصحيح في غاية الأهمية وإلا الكل يفسد التوقيت بس هم معنا ناش صبر هنريدين كلها تحصل إيه؟ من الوقت من الوقت في وقته يعمل إيه؟ في وقتنا ولا في وقته؟ في وقت الشيء الصح في الوقت الإلهي القطر بيجي في معاده ومش بيجي لما أنا أروح المحطة أنا جوابت؟ سألة تانية فإيه اللي بيعطلنا وإيه اللي بيساعدنا؟ السؤال بس أنا دلوقتي كنت عايش في حيات الجال في معرفة الله من ناحية صلاة الشكر ودلوقتي أشكر ربنا يعني دخلت مدرسة المسيح وعرفت دلوقتي إزاي أعرف غيري عن صلاة الشكر؟ هل أنا شخصية مش مبادرة؟ أو شخصية مش هعرف أتكلم معي؟ أو راح أقول له أشكر ربنا ممكن ينفعل فيها؟ طب إزاي واصل له المرحلة؟ أنا أنقل الدرس دل غير إزاي؟ أعيش الأول في عرضك قبل ما نقله إحنا اتفقنا أن في مدرسة المسيح المسيح بين إيه اللي الحاجة؟ بالكلام ولا بالمثل والقدوة الأول؟ مثل القدوة الأول ما ابتدأ يسوع يفعله وبعدين يعلم به يعني يعيشها الأول الناس شوفها فيه وبعند تقول لي إيه ده؟ أشرحه ساعتها الناس أولا هتصدقني لأن أنا عايشه هتفهمني لأنها شايفاه وحيبقى قدام اختيار واحد إنها تعمل كده لأنه ممكن مدريني حد غيري إيه؟ عمله فبليز عايز تنقل الحق لغيرك أول حاجة عمل إيه؟ عيشه عيشه الناس لغاية عندك هتيجي تقول لك ممكن أفهم؟ هتسهل عليك قوي اوعى تنقل معرفة لحد أنت لسه ما اشتهاش ده هيخدعك هيحسسك ده أنا قلت لهم فبقى التركيز مدى اللي ما أعيش بقى التركيز إن أنا إيه؟ أقول وده مش هيقنعهم لأنه حيلقوك مش بتعمله فيمتني؟ فبليز عشان خاطر ربنا عيش الحاجة وبعدين إنقلها للناس التانية أحبايا أشكركم عشان المتابعة والمشاركة الرائعة داخل هذا الستوديو وأشكرك عزيزي المشاهد على متابعتك لنا هذه الحلقة صلاتي في قلبي إن الدرس ده ما تنسهوش أوعى أوعى اكتب بإيدك شهادة الغلبة والنصر على الألم والحزن بالشكر وإوعى تكتب بإيدك شهادة الحصرة والندم بالتزمر على ظروف الحياة التي تعيش فيها إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من مدرسة المسيح الرب يحفظكم أمين مدرسة المسيح في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد عايز أشجعك إنك تروح للويبسايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv هتجد كل الحلقات موجودة وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة تقدر تتفرج عليها ستريمينج تقدر تلاقيها word تقدر تلاقيها كشيت عشان تحلوا وتبعثوا لينا مرة تانية تقدر تلاقيها pdf تقدر تلاقيها powerpoint أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون mp3 عشان تقدر تسمحها أو تكون للآيبود بتاعت أو تكون للآيفون بتاعت أو تكون كمان ويندو ميديا بلاير والسيديهات الديفيديهات هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك إلى أن نلتقي ربنا نعك موسيقى 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 موسيقى